شددت وزارة الصحة على أن الارتفاع في عدد الحالات القائمة بفيروس كورونا يعود إلى بعض الممارسات والسلوكيات المجتمعية كالتراخي وعدم الالتزام الجاد بالتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي الفيروس كورونا والجهات المعنية والاستمرار بالاختلاط بالآخرين من خلال التجمعات العائلية وإقامة المناسبات الاجتماعية مع عدم مراعاة تطبيق التعليمات والإرشادات اللازمة للحد من انتشار الفيروس وكشفت الدكتورة نجات أبو الفتح مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة عن استمرار الزيادة في أعداد الحالات القائمة بالفيروس خلال الشهر الحالي حيث تجاوز مجموع أعداد الحالات القائمة سبعة آلاف حالة مؤكدة على خطورة استمرار الزيادة في الحالات القائمة والتي تسببت بحوالي 433 حالة وفاة من مختلف الأعمار منبهة إلى ضرورة التعامل بمسؤولية مع انتشار الفيروس المتحور والذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة داعية الجميع للمبادرة في التسجيل لأخذ التطعيم المضاد للفيروس وخصوصا كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة